أوضح أول غواص على مستوى آسيا والشرق الأوسط فيصل الموسوي من ذوي الإعاقة أن رحلة التحدي الثالثة لجزر سليمان بتايلاند ستستمر أسبوعاً بداية من تاريخ الخامس عشر من نوفمبر الجاري ولفت الموسوي إلى أن الهدف منها ليس رياضياً فقط وإنما لإبراز قدرات ذوي الإعاقة وتحديهم لأنفسهم كالأصحاء أول غواص من ذوي الإعاقة في العالم يغوص في جزيرة سيبدان الماليزية خامس أفضل مغاص في العالم أول غواص من ذوي الإعاقة في العالم يغوص من خلال رحلة سفاري استكشافية في جزر المالديف تغلبت على هالإعاقة وتغلبت على نفسي وذاتي وحققت نجازاتي وتغلبت على فوبيا البحر أبي أتكلم بشكل مفصل على رحلتنا لجزيرة سيميلان بتكون من تاريخ خمسة عشر أهداعش لي سبعة وعشرين أهداعش الرحلة بتكون سبعة أيام باليخت معزولة الرحلة ما هي رحلة رياضية بس رحلة اجتماعية رحلة توعاوية رحلة فيها رسالة كبيرة أنا ما قاد أطلع برحلة رياضية وبس كان بيّن حق العالم قدرات ذوي الإعاقة إنه يقدرون يمرسون رياضتهم حالهم حالة صحاء رحلة برحلة 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 بر اشتركوا في القناة